اشتركوا في القناة وقد رفع رئيس وعضاء المجلس التهانية والتبركات إلى جلالة عاهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ثم اطلع المجلس وعلى الإجراءات الخاصة بافتتاح كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية والتي ستبدأ في استقبال الطلبة في العام الدراسي القادم كما ناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن طلب كلية طلال أبو غزال الجامعية لإدارة الأعمال إيقاف نشاط الجامعة وخطتها لتحويل طلبة الكلية إلى جامعات أخرى وقرر المجلس الموافق على توصيات اللجنة الأكاديمية بشأن اعتماد خطة معالجة أوضاع الطلبة المستمرين على مقاعد الدراسة في الكلية واطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة بشأن طلبات عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة إبرام اتفاقيات تعاون وذكرات تفاهم حيث قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة الأكاديمية لمزيد من الدراسة مع تحديد معايير إبرام مذكرات التفاهم والمجالات التي سوف تشملها واطلع المجلس كذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات اللجنة الإدارية والمالية لدراسة الحسابات الختامية المدققة وأوجه الصرف على التنمية المهنية والموازنات التقديرية السنوية والتقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي وناقش المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن البرامج الموقوفة في عدد من مؤسسات التعليم العالي وبعد الاطلاع على توصيات لجنة الفحص العلمي وفق المجلس على فتح القبول والتسجيل والتحويل في البرامج التالية باكالوريوس هندسة التصميم الداخلي بالجامعة الخليجية وباكالوريوس التصميم الداخلي بالجامعة الاهلية وباكالوريوس الأداة في الاتصال والوسائط المتعددة والباكالوريوس في إدارة الأعمال والماجستير في إدارة الأعمال بكلية البحرين الجامعية وطلع المجلس على التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي معبرا عن شكره وتقديره للأمانة العامة على هذا الجهد